مساء الخير لما بنقعد كده نشوف المواقع الخبرية بنلاقي موضوعات غريبة جدا عن أسباب الطلاق يعني مثلا واحدة طلبت الطلاق عشان جوزها نسي حطي لها سكر في الشاي أو واحد طلق مراته عشان قال إيه ما حتطلوش معجون السنين في شنطة الصفر أسباب تدحك ما تتصدقش زي السبب اللي قالوا النهاردة جوز إنجي بطلق الصحة لما أهلها سألوه هو أنت هتطلقها ليه قال لهم عشان سابت البلاكونة مفتوحة فدخلت نموسى وقرستني معقول معقول يكون السبب قرصة نموسى ولا في تفاصيل تانية هي السبب الحقيقي للطلاق تيجوا نسمع قصة إنجي ونشوف بعدها تقول لنا إيه اسمي إنجي وعندي 43 سنة اتربيت وعشت جزء كبير جدا من حياتي برا مصر ومرت بتجربة جواز عايز أحكي لكم عنها لإني لحد دلوقتي مش قادرة أتعافى منها راب إنها حصلت من سنين عشان كده ببعت ليكم يمكن تقولولي أتصرف إزاي حكايت يا سالي بدأت لما تعرفت على واحد بالصدفة من على السوشيال ميديا بعد شهر أو اتنين عرض علي الجواز عرفت إنه كان متجوز قبل كده وطلق المهم بدأ يلاحقني ويزن علي في أول العلاقة كان حاجة كده فوق الخيال اهتمام حب احتواء عرف الشخص اللي عرف يبقى معاكي طول الوقت بكلامه واهتمامه بقى دق التفاصيل في حياتك اللي بيحسسك إنه هو بيفهمك ويحس بيكي من على بعد كأنه قاعد جوه مخك وشايف بتفكري في إيه ومحتاجة إيه كان هو الشخص ده وفقت وقبل الجواز طلبت منه شقة الزوجية في مصر بس هو اتحجج قال لي نجي بشقة في مصر وإحنا مش عايشين فيها مفيش داعي لخطوة زي دي فرفضت إن أنا أكمل الجواز من غير شقة لإنه كان مصمم على الجواز اشترى شقة فعلا وكتب نصها باسمي عشان أتطمن وقصات ده ما دفعش اللمار ولا مؤخر ولا حتى الشبكة وحتى الشبكة عمل علي تمثيلية إن الرجل بتاع الدهب ما جابش الألماظ اللي كان متفق معاه علي وقال هنحط فيها فص إزاز مؤقتا لحد ما صاحب المحل يجيبه ونركبه المهم وفقت على الجواز سبت شغلي نقلت معاه في البلد اللي بيشتغل فيها وعيشت أحلى قصة حب لمدة كام شهر كل ده وإحنا مختربين ولسه ما تعرفتش على أهله لحد ما قررنا ننزل أول أجازة مع بعض وقلت له عايز أزور أهلك تعالوا نقف هنا شوي هو الطبيعي لما بنيجي نتجوز يا إنجي إن إحنا لازم نتعرف على الأهل قبل الجواز مش بعده يمكن عشان ظروفكم أنتوا كنتوا مختربين ما حصلش ده بس تعالوا نسمع لما راحت بيت أهله لقيت إيه لما رحت أزور أهله لقيت بيتهم غريب وعجيب أم قاسية جدا حادة منتقدة مع إنها في السبعين من العمر وأخت كبيرة أقل ما يقال عنها إنها حية عاملة زي التعبين البيت نفسه كان عامل زي بيت الأشباح قضينا فيه أجازة سودة في البيت ده لقيت نفسي دايماً تايها دايماً كلامي يتقلب ويتحور لشكل تاني وقصد تاني عكس الكل اللي كنت عايزة أقوله وفي الآخر يتنقل لجوزي بطريقة تانية ولقيت نفسي طول الوقت بدافع عن نفسي وفي الآخر قلت عادي يمكن تكون غيرة ورجعنا بعد الأجازة للبلد اللي كان جوزي شغل فيها وحالتنا النفسية صفر لدرجة إنه قاطع أمه لفترة بعد اللي شفناه بعد شوية رجع يكلمها تاني ويشهد ربنا إني قلت له كلم أمك عشان حرمت قاطعها وهي في السن ده أما أنا فقررت أختفي تماماً من حياتها عشان أقفل باب المشاكل ومحدش يبوص حياتي لكن جوزي بدأ يضغط علي عشان أصالح أهله قلت له أنا مش منعك من أهلك وبوصيك عليهم لكن أنا ليه يحدودي اللي بحطها مع الناس وطريقة التعامل معاهم واللي حصل مش مناسبني ما فيش داعي تجمعني بيهم قعدة تاني أو أجرب اللي شفته مرة تاني وخلينا كده أحسن وكل واحد يعيش حياته بالطريقة اللي تناسبه من غير درر ولا درار فبدأ معايا مرحلة جديدة اسمها الصمت العقابي عشت شهور لوحدي أنا مش فهمة فيه إيه شهور طويلة يا سالي بسألوا مالك يقولي مفيش أصلا عندي ضغط شغل ويفضل سايبني من غير ولا كلمة طبعا المرحلة دي كانت صعبة عليها جدا وكنت عيشة لوحدي وفي بلد غريبة ما عرفش حد فيها وهو ما عندوش ولا جملة مفيدة حتى العلاقة الزوجية مفيش وبقيت بكلم نفسي كل يوم ومش راسي على بر معي لحد ما في يوم انفجرت فيه وطلعت كل اللي جوايا ساعتها أم حضنني وقال لي حقك علي أنا أهملتك فعلا وفضلي سايسني ويهدي فيه لحد ما نزلني مصر وأول ما نزلنا أم قالب الترابيز علي وطلعني طمعانا فيه وده ليه عشان قاعد فترة قبل نزولي مصر ماسك في نغمة إنه عايز يبيع الشقة وعايز يجيب حاجة أكبر وأنا كنت برفض لإني بدأت أحس معاه بعدم الأمان ولإن الشقة بإسمنا إحنا الاتنين ما كانش هيقدر يبيع من غيري ولا أنا عبيع من غيره ولما ما وصلش الحل معي وبوضط له خطته قطع علاقته بيا تماما أربع شهور بكيت فيهم بكى بعمري كله جالي طفح جلدي من اللي عشته نهرت وقضيت أيام صعبة وهو متخلي عني تماما وبعد تفاصيل كتير عرفت إنه نزل مصر من غير معرف روحت له عند أهله في رمضان وتقريبا اضطرط ورجعت بيتي وأنا ممسوح بيا الأرض وبعد فترة جلنا البيت وطلب الطلاق قال إيه عشان هو تعب لإني سبت البلكونة مفتوحة ونموسى أراصته جابت له ملارية قالي سمعوا الكلام ده وقعدوا كده في زهول من التفاهة اللي بيقولها انت بتقول إيه يا ابني عايز تطلق بعد عشر شهور عشان مراتك فتحت البلكونة ودخلت نموسى نسيت أقولك يا سالي إني اكتشفت إنه كان بياخد منشطات في أول الجواز ولما بطلها كان بيبعد عني ولما رجع واجهته بالموضوع ده قرر إنه يتخلص مني ويشوي سمعتي ويطلقني اللي يدحك بقى في كل الدراما دي إنه تفاجئ لإني أجرت الشقة وباخد إيجارها لإني سيبت شغلي ببرا مصر عشان أتجوزه عملت له بلوكات في كل حتة رغم إنه حسة إنه انتصرت عليه بس مش عارفة بس مش عارفة تعافة من الألم اللي سببته لي العلاقة دي بصلي وأدعي عليه للنهار خصوصا لما عرفت أوصل لطلقته وعرفت منها إن حياته كلها كذب في كذب وعشان كده كان بيخليني أقطع علاقتي بكل الناس كنت بيلاقي كل الناس فجأة عملالي بلوك معرفش ليه تحليلي إنه شخص نرجيسي توكسك اللي هو في الأول بيملى شركته بالحب والاهتمام لحد ما يسيطر عليها وبعدين المرحلة التانية بقى الصمت العقابي وإنه يختفي عشان تجري وراه بعدين المرحلة التالتة التخلي والانتقام عشان كده بتمنى من خلال برنامجك إنك تنجدي كل الجهات المختصة بضرورة عمل اختبار نفسي للزوجين قبل الجواز نفسي أعرف منكم أعمل إيه عشان أقدر أعادي الصدمة دي قولولي أعمل إيه لحد هنا وخلصت رسالة إنجي رسالة مختلفة عن أغلبية الرسالة اللي استقبلناها يمكننا إن إنجي في قصتها ما كانتش الطرف الضعيف اللي بيستنجب بينا عشان نجبله حقه ولحقوني وإنا مش عارفة عايش إزاي وإيه بقى أنا هتضحك علي وزي القصص اللي بجلنا والغريب بالنسبالي إنه رغم إحساسها إنها انتصرت علي وخدت حقها لسه مش قادرة تتعافى أو إنها تعدي بقى من من العلاقة الوحشة دي وده اللي هنتكلم فيه بس بعد الفاصل استنوني اشتركوا في القناة